اشتركوا في القناة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام مالك رحمه الله كتاب الصلاة قال جوامع الوقوت قال الإمام رحمه الله حدثني يحيى عن مالك ماشي ما عروف قل رؤوا يحيى من يحيى ليس مالك النجم هو الموطق لمالك قال عن نافع نافع عن يحيى من سعيد مالك عن نافع مولد نام لا عن يحيى بن سعيد قال عن يحيى بن سعيد قال عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري ومن ثقات الإثبات من خيار التابعين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أمير المؤمنين وهو الوزير الثاني للنبي الأمين من بشر بيئة الجنة عمر بن الخطاب قال في النبي صلى الله عليه وسلم ايه يا عمر لو سلكت وجه فجا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر تففت 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 وإلى المتففين نعم قال يحيى قال مالك قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف فاء على القدر والمستوى وتطفيف يعني أقل وانتقاص هذا الحديث أيضا إتماما للكلام على فضل وقت العصر وزاد الكلام في الحديث على صلاة العصر أن صلاة العصر هي من أعظم الصلاة قادرة عند الله دل في علا كل الصلاة مغور بها كل الصلاة معظمة عند ربنا قال الله دل في علا أقم الصلاة لذكري وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير الموضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل لكن الكلام هنا في مسألة الصلاة العصر قد جاءت الأدلة والآيات والأحاديث والآثار التي تثبت فضل صلاة العصر بقول الله جل في علا قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله الصلاة الوسطى الصلاة العصر في أقوى اختيار أهل التحقيق في هذا الباب للتنصيص عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وقال من تلقي صلاة العصر فقد وطر أهله قد فقد أهله وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وهذا فصل في الخطاب فصل في الخطاب أن الصلاة الوسطى صلاة العصر وصلاة العصر لها من الفضيلة العظيمة لا سياماً كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام تعبد الله عن عرضه العصر فخرج رجلاً لم يصل للعصر قيله عثمان بن عفا وطبعاً المعتابة كانت لعثمان أيضاً في سؤالة الجمعة عندما قام قطيبه عمر القطاب ودخل عثمان متأخرا فلما سألوا عن التخير قال ما باله أقومنا التخير عن الجمع فقال يعني كنت في السوق وما زدت عن الودو فقال والودو أيضا وتعلم أن النبي أمر بالاقتسال والودو أيضا وهنا يقال بأنه لما خرج من سلطة العصر والد عثمان بن عفان رضي الله عنه مقبل وقيل هو غيره وإن كان عثمان فالحق بأن صلاة العصر وجوبها وجوب موسع صلاة العصر وجوبها وجوب موسع وأن العصر كما قلنا لها أوقات ثلاثة هي ما بين الوقتين من أن يصير ظل شيء مثله إلى أن يصير ظل شيء مثله أو قول أن تسفرار الشمس ووقت الضرورة غروب الشمس على ما فصلنا قبل ذلك فإنه في أول الوقت شغل أو شغل فقام ليصلك جاء متأخرا فعتبه أمر بن الخطاب وقال قال طففت طففت يعني إيش يعني إيش طففت قال يعني أن قصت من خيرك ومن الخير الذي يأتيك طففت بأنك يعني كنت تسالح في الخيرات تنافس في الخيرات أنت ضاعت عليك الجماعة الأولى فيها ما فيها من من ضياع الحسنات الكبار وإلا فمزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله جل في أولا كأنه قال بخست حق نفسك وستندم ندما عظيما يوم القيامة على مضيعت من الخير والحق أن عثمان نفسه الذي قال بأنه يعني ما من أحد وهذا عبد عباس قال ما من أحد إلا وسندم يوم القيامة ما من أحد إلا وستحصر هذا قبل دخول الجنة عندما يرى يرى المؤمنون الدرجات الأولى فوقهم فيرون أنهم يعني حسرة عنهم أنهم أضاعوا الوقت دون دون الإسراء إلى الله جل في أولا فلذلك قال له طففت يعني أنت أنقصت وكان عليك أن تصلي صلاة العصر في وقتها ومع جماعة مع جماعة المسلمين تكون لك الحظوة وأيضا المقدمة والتنافس على الخيرات فلما يعني تأخر قال عمر بن خطاب رد يدرها عنه وأرضاه طففت يعني أنقصت من أجلك أنقصت من أجلك وهذا الحديث الثاني فيه الكلام على فضيلة صلاة العصر وأيضا فضل الحرص على صلاة العصر الفوائد المستمبطة وليل الأمر وجوبا يتفقد الرعية وليل الأمر وجوبا يتفقد الرعية النصح في المستحبات والمراجعة في المكرهات وهذه تأخذ من أنه راجعه أن تأخر سات الجماعة راجعه أن تأخر عن ثلاث الجماعة وانظاهره كثير فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ليلا إلى فاطمة وعلي فلم يستيقظ وجدهم نائمتين فمر علي يلومه فقال أخذ بأنفسنا أو بروحنا ما أخذ الله جعل أخذ روحنا والذي يردها أخذها واختمشا وهو يردها واختمشا فضرب النبي ولل النبي السلام هو يضرب على الفقدي ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا مراجعة الأفاضل في التقصير مراجعة الأفاضل في التقصير وهذه فهذه الثالثة لو فيه أسئلة تفضلوا إذا صلى أحدهم وبعد أن أنهى صلاته وجد في ثوبه شيئا لم يتأكد أنه نجاسة هل يعيد الصلاة أم لا هذا أولا هذه السورة بأنه لا يعلم لا يعلم بأنه في الثوب نجاسة وبعدما سلم عدم النجاسة فهذا معفو عنه رفع علمات الخطأ والنسيان ومستقرع عليه والجهل وأخذ نسيان فالصلاة صحيحة وليس عليه إعادة السورة الثانية لو تأكدها نجاسة نفس الأمر يعني أولى في الشك ليس عليه ثم شيء وإن تأكد أنه فيها نجاسة لا إعادة عليه والصلاة صحيحة في كل أحوال يقول أبو الوليد المستأجر له الضمان لأنه وقع عليه ضرر فيجب رفعه هل هذا صحيح سيدنا أم لا لا ولأنه يملك منفعة الأرض ولأنه يملك منفعة الأرض أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم